تتنقل عبر كرسيها المتحرك الذي أصبح أنيسها الوحيد بعد أن اشتد وضعها وأصيبت بمرض غريب أدى إلى إعاقتها هي الفتاة مروى صاحبة العشرين عاما حياتها كانت جد عادية لتنقل برأسا على عاقب وأنتي بن باشي مروى عندها لاج عشرين عام وصلت للموايا دوز يماني لسي وبدأت تمرضي بشوية بشوية وما عرف لناشى ما دخل له بطاة وهرا خطرتين متي أنتاغ ومتاع النور وما عرفوا لهاش اللولة بدأت تهود تهود دهارها كما هكا وبدأت تهودود وبدأت الكتبة متقدش تكتم مرض جيني غريب افترس جسد هذه الفتاة ألزمها الفراش وأفقدها القدرة على النطق والحركة فرغم تنقلها إلى عدة مستشفيات للبحث عن سبول العلاج باءت كلها بالفشل ولم يتم تشخيص مرضها نشوف في مروحة حالتاكرة هذه مدهرة ولا نطالف الشعب الشعب اللي فيه رحمة المحسينين يعاونوا فيه بنتي بنتي لحوله لقوة أبوها ما عنداش رها متقاعد لغال ما عنداش بات قالوا لي كيلانسي من أزمير واحد قالوا لي ما كيش كيلان ناس اللي رعوا الخارج كفلوا بيهم ودوهم الخارج ولا باتي ماء مسكين أبوها مسكين هاتي مشي حقا ها يا هاكا وما يدهوا مسكين تحوص قرع تحوصوا لجامعة كم من تقرع دهات المعدل العام ترمينا بالله شهزوا ديتها نطلب السيدنا فبين فقر العائلة وقلة الحيلة تناشد عائلة مروة كل المحسنين والخيرين وسلطات للالتفات إلى حالتها لانتشارها من هذا الوضع القاسي ونقلها للخارج من أجل العلاج ترجمة نانسي قنقر